ترأس غبطة البطريار بير باتيس سابت سبالة بطريار بالقدس للاتين القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة دير المخلص في المدينة المقدسة بمناسبة رسامة عشرة كهنة جدد للرهبانة الفرنسيسكانية وشارك في القداس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعدد من الأساقفة والكهنة والرهبان الفرنسيسكان وحشد من المؤمنين وفي عادة القداس خاطب غبطته الكهنة الجدد ناصحا إياهم بأن يبقوا خداما للإنجيل والكنيسة دون أن يتملكوا شيئا وأن يواضبوا على الصلاة في الكنيسة طالبا من أمنا العذراء أن تتشفع بهم وأن تدعمهم وترافقهم بمسيرتهم الكهنوتية